أقول لك فتشي كتب كثير عن الأحداث التي حثت بالعراق ومن قبل مؤرخين ومن قبل اختصاصيين ومن قبل ناس صحفيين ويكتبون هذا أنا عشت الوقايع بس أنا لا جزء من الواقعة ولا أنا مؤرخ لكن أنا عشت الواقعة أي واقعة حتى قصر دكتور شوف لثمانية وخمسين قاموا بها الضباط لم تكن هناك أي تداخل سياسي بالموضوع يعني ضباط أحرار تآمروا لقلب النظام الحكم لا كانت أحزاب داخلة ولا شيء وجرتنا إلى ما جرتنا منه من ويلات لثلاثة وستين يعني بالثمانية وخمسين وما بعدها عاصرت موضوع التسعة وخمسين وموضوع صعود الحزب الشيوعي إلى الحكوم وموضوع الإرهاب الذي حدث للمجتمع من قبل الأحزاب الشيوعية والماركسية والحرب ما بين الحركات القومية والأحزاب الماركسية جتل الـ 63 الـ 63 كذلك اللي قام بالحركة هم الجيش الجيش زين بس قيادات حزب البعث يعني كانت القيادة مشتركة ولكن الجيش اللي قام بها هذا صحيح لكنه مع الأسف الجيش سلم السلطة إلى القيادة المدنية والقيادة المدنية خرجتنا بالأفكار الصعبة اللي صار من وراها سفك الدماء وصار من وراها الإساءة للمواطن وللدولة الحقيقة وراها جتل الـ 18-20 اللي هي انقلاب عبد السلام عارف على اللي اسموه الارتداد الارتداد ايه في واقع الحال أقول لك شي حقيقة الهاي يعني ما أقول المؤرخين يعرفوه أكثر مني عبد السلام عارف بالـ 63 لا ناقة ولا جمل جابوه بس كصورة من البيت جابوه من البيت جابوه كصورة حتى يكون واجهة نعم ثم انقلب عليهم زي المهم بقت هذه الأحداث إلى أن جتي الـ 68 الـ 68 ذكر كثير من المؤرخين حجوا هواية قد يكون هم الصح أو هم الأحق بالرأي لكن أنا برأي كشخص كنت يعني يعني حرك سياسيا وأعرف من يتحرك من جمع الضباط من جديد وجعلهم يبدون في التخطيط لانقلاب عسكري للأمانة وللتاريخ هو المرحوم الفريق الطيار حردان عبدالغفار التكريتي أحمد حسن بكر كان قائدا يعني عسكريا في ذلك وكان أمين سر الحزب لكنه كان يعني خاملا لم يكن له ذلك الدور لم يكن له ذلك صالح مدي عماش كان مرصودا بكل خطوة يخطوها لكنه الشخص اللي كان حر الحركة وكان محبوب من الجميع من القيادات ومن الضباط ومن الجيش هو حردان لذلك بدأ يتحرك يقال أنه كانت له شعبية استثنائية من الجميع وكان كريم النفس كان لطيفا كان جميل المحية شجاع بطل سميه ما شئت راح رحمة الله عليه أما القيادات المدنية التي سمعنا بعد ذلك أنه فلان خطت وفلان صعد وموجود الصور تقصد صدام حسين يعني صدام حسين والقيادة المدنية كلها لم يكن لها دور الحقيقة قيم ممكن كان لها دور تثقيفي تنظيمي نعم ما أعرف أنت مو يا أم ما أعرف ممكن بس اللي بالواجهة هم العسكر هم الجيش ورأس الرمح هو حردان لذلك يعني قرروا أن يقتالوا في أقرب فرصة ممكنة يعني بعد ما جردوا من مناصبه حتى حتى يسكت لأن كان شجاع وكان ممكن من اللي قرروا أن يقتاله وليش كان عقبذ في طريق من يريد أن يتبور نعم كان عقبه عقبه كبيره وكان ممكن أن يجمع الجيش حوله يعني بخطاب واحد عند هذه القابلية أكو ناس عندها قابلية معينة ذكر في كثير من الأدبيات أنه حردان تكريتي كانت له شعبية استثنائية استثنائية في الشعب بين الشعب وبين الجيش الحقيقة يعني أنا أذكر لك هالتاريخ أما بعدين بدأت تكتبون أنه فلان وفلان وفلان كذلك إذا نعرج أنه يعني ولو هيش بسرعة يعني للتاريخ أنه آخر دقيقة عبد الرزاق النايف فرض نفسه عليهم وقرروا أنه يسووا هذا هذا شي غير صحيح وغير منطقي عبد الرزاق النايف مشترك بالتكتل أو بالتآمر من البداية هو وسعدون غيدان وعبد الرحمن الشي اسمه الآخر اللي صار الداود الداود إبراهيم الداود نعم من البداية وكل ما ذكر هو غير الحقيقة غير الحقيقة أما تقول لي عبد الرزاق النايف كان بعيدا عن الفكر الثوري نعم يعني مش كوك كان في علاقاتها مش كوك في تصرفاتها جنابك وعائلتك شنو كانت علاقتكم بالوضع أنا ذاك شوف احنا احنا كعائلة كنا على علاقة قوية وجيدة مع كل قيادات الحراك الوطني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة